حوار أونلاين طولنا الغيبة عليك هالمرة بس يعني دايماً اطلالتك بصوت لبنان متواصلة شكراً رح بلش أنا وياك بالمواجهات السياسية على عدة جبهات اللي عم تصير واللي هيك أخدت استراحة صغيرة بفترة الأعياد وهلأ آخر جلسة لمجلس النواب لانتخاب الرئيس آخر مهزلة إذا فينا نقول كمان تأجلت بسبب غياب مجلس النواب السابق رئيس راحل دولة الرئيس حسين الحسيني رح أحكي بكل الجبهات على كافة الجبهات والمتعددة والمتشعبة ضمن الفريق الواحد إن كان داخل المعارضة يمكن أقل شوي أو داخل فريق الممانعة اللي هي واضحة وظاهرة أكتر بس متل ما كنت عم بحكي أنا وياك حابب وذكرتها أكتر من مرة أنه تبلش بالوضع الدولي والأقليمي ومنها آخرها زيارة وزير خارجية إيران عبداللهيان للبنان اليوم شو بتعني هذه الزيارة شو جاي يقول شكلية فقط أم هناك شيء ما يحضر للبنان دولية فلنقول إنه المهم الواحد يفتح الخريطة ويشوف إنه في خريطة المنطقة بيشوف إنه في حراك كبير بهذه المرحلة حراك سياسي حراك يعني بين دول الإقليمية القوى الإقليمية المتحالفة بعضها المتحالف مع بعضه والبعضها اللي على خصومة مع بعضه وقبل ما نحط هذه الزيارة بسياق معين لابد من الإشارة أنه اللي فيه جو بالمنطقة هو جو متحرك وهيكي عم بيسيال عم بيسيل عم بيتحرك بسرحة أولاً في عندك هذه الأزمة بإيران التي تراجعت الآن وهي أزمة موجة الاحتجاجات على أثر مقتل الفتاة مهسة أميني وثورة الشباب والفتيات والمرأة في إيران اللي هزت النظام هزته طبعاً ما بتسقطه ما بتسقطه مثل ما البعض ممكن يتمنى لكن ما في شك أنه هزت أركان هذا النظام على هذه الخلفية على هذه الخلفية في وضع الاتفاق التفاوض حول الاتفاق النووي بين إيران والمجتمع الدولي بجرور ونسكر لهم أجل ونعرف خلفية أخرى هي خلفية الحرب في أوكرانيا والحرب في أوكرانيا مهمة لنظراً للتدخل ما بين المصالح الروسية والإيرانية وتدخل إيران في هذه الحرب عبر إرسال مسيرات وتسليم مسيرات حزمات من المسيرات لروسيا مقابل أسلحة يتم شراءها يعني فيه نوع من التبادل ما بين الإيرانيين والروس وتورط إيراني بحرب على أرض أوروبا وهذه مسألة مهمة يعني هذه مسألة أثرت كثير على علاقات إيران بأوروبا خاصة أوروبا بآخر مرحلة وقت الكن عم ينحكى بإعادة النظر تورط عسكري هذا ما هو تورط بالمعنى وقت الكن عم ينحكى بالاتفاق النووي كانت أوروبا نوعاً ما متعاطفة مع إيران تماماً الأوروبيين هن اللي عارضوا على طول خروج يولايات المتحدة أيام دولارد ترامب من الاتفاق النووي واليوم عم يشوفوا أنه الإيراني عم بخود عم يساهم بحرب تستهدف أمن واستقرار أوروبا هذا تاني معطاً معطا آخر يتعلق أيضاً بأنه إيران يعني بنفس الوقت عم تشوف أنه هي بحاجة لتجميع أوراقها وتثبيت هذه الأوراق هي مجمعة أوراقها الإقليمية العراق، سوريا، لبنان، غزة، اليمن هذه نقطة لكن العراق كاد يفلت منها بالصيف الماضي إذا بتذكر بس سعادة المبادرة حركة مقتضى الصدر ولولا تدخل مرجعية النجف التي هي تحت جبة السيد علي السيستاني لوقف انتفاضة مقتضى الصدر ولتهدئة الأمور طبعاً هذه صبت بالآخر لإستقرار الوضع لصالح الجناح الإيراني داخل الطائف الشعيوني رجعوا، كمشوا الحكومة، كمشوا البرلمان اللي كان مقتضى الصدر ظهر منه ورجعوا، شكلوا حكومة مؤيدة لإيران بشكل أو بآخر لكن مشكلة العراق إنه العراق لو كانت الحكومة الإيرانية على آخر طرز مثل ما كانت حكومات المالكة وحكومات اللي أعقبت المالكة نوري المالكي هن بحاجة أيضاً لا يوازنوا مع الأمريكيين لأنه لهم مصالح أساسية وهن بحاجة للوجود الأمريكي بحاجة لبظل الأمريكي بحاجة إنه الولايات المتحدة ما تخنق العراق طيب كله هيدا تجي بتشوف إنه منتدى النقب وإذا بيتذكروا اللي عبيتسمعوا المنتدى النقب هو المنتدى اللي حصل قبل بسنة هو نوع من اللقاء إقليمي شاركت فيه دول المنطقة الموقعة العربية وإسرائيل وهي الموقعة على اتفاقات الإبراهيمية يعني عندك الإمارات البحرين عندك المغرب يعني كل هذه الدول ودعي إليها الأردنيون والفلسطينيون لكن الآن في مشكلة كبيرة بعد مجيء هذه الحكومة الجديدة المتشددة المتشددة برئاسة نتانياهو وفي جو في مشكلة بين نتانياهو وبين المملكة الأردنية حول مسألة الوصاية على الأراضي المقدسة والأسية ما أرقب كيف حوضي كليتهم هيدا المشهد لترسم ما هو هيك بدك تطلع لتبقى تشوف لشان هيك أنا ما تدخلت كتير لتشوف في الصورة أوضع لا تشوف شو بيجي بيعمل شخص مثل وزير الخارجي أولا لازم يعرفوا لبنانيين أنه صحيح أنه حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية هو خارج من الجناح المتشدد في النظام وهو من دائرة الحارس الثوري سياسيا لكن حسين أمير عبداللهيان ليس بيده الملف اللبناني وليس بيده أي ملف جدي وحقيقي خارج الأطر الدبلوماسية العادية والتقليدي بشكل تقليدي مع الخارجي القرار الخارجي هي زيارة شكلي هي زيارة أقل من عادية شكلي أكثر من شكلي لكنها هي عادية وربما أقل من عادية عن الحوار الداخلي ولا يتدخلون بالشؤون الداخلية بس هدا كلام هدا أشعار هدا شعر غير مفيد ولا يتدخلون لا يعني شيء هذا الأمر صحيح أنه هني لا يتدخلونه كثيرا في التفاصيل لأنه عندهم مين موجود هوني عم يتدخل هدا اللي بنقول لك هني عم بيرددوا دائما بكافة مين ما عم يتصل فيهم وصارت معروفة أنه نحنا الملف اللبناني بدكون تروحوا لعند حزب الله صحيح هو بيحكي صحيح لأنه حزب الله حزب الله جمهوره لبناني لكن ما كانت حزب الله هي ما كانة إيرانية هي ما كانة بالحرس الثوري هذا جزء جناح أحد أجنحة الحرس الثوري جزء من تركيبة من التركيبة الهرمية لفيلق القدس اللي كان يديروا ويرأسوا اللي بيسموه أمير المقاومين وشيخ المقاومين بس اليوم حزب الله عم يتعطى بشأن داخل لبناني نعم لكن دائما دائما حزب الله بتعطى بإطار لبناني عنده زاوية لبنانية بتعطى فيها لكن الزاوية الأساسية دائما بياخدها بعين الاعتبار هي كيف يصب مشروعه اللبناني بهذا المشروع الكبير بالآخر تنبسط شوية للمشاهدين والمستمعين والله بيعفوا أكتر مني ومني لا تنبسط الأشياء لأنه بنا نشوف بالنتيجة بالنتيجة أنا واحد منهم هل رح تنعكس هذه الزيارة حل حليما على ملف الاستحطاق الرئيسي لا لا عم بقول الملف مش بإيده الملف عند السيد حسن نصر الله مزبوط عند السيد حسن نصر الله بس مين السيد حسن نصر الله السيد حسن نصر الله جزء من تركيب وتكوين فيلق القدس هذا ما عنده شغل مع عبداللهيان شغل بش مع عبداللهيان شغله مع قآني شغله مع سلامي الجنرال سلامي قائد الحرس الثوري شغله مع مكتب المرشد ومع المرشد علي خامنئي شخصيا شغله مع هذه الدائرة حتى مع رئيسي بالكلام اللي عم تقوله حتى مع رئيس رئيسي هذا الشغل أو الرابط اللي عم تحكي عنه بين السيد حسن نصر الله أو حزب الله والحرس الثوري الإيراني همعروف هيدا هو إله أوجه متعددة بملفات أقليمية بتشمل محور الممانع من هون يمكن لليمن وعبداللهيان ما إله دخل بس الشأن اللبناني الداخلي أو رئيس جمهورية لبنان هو شأن لبناني داخلي لا 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 هيدا بقول هيدا عم بنقل لك شو وجهة نظر مين حزب الله هيدا شأن داخلي تعود أن نقعد نحن وياكم نتحاور صح تحت نجيب رئيس جمهورية هيدا ما إله علاقة بملفات المنطقة أنتو عم تراهنوا على اللي عم بيصير بالمنطقة أنا عم بقلكن أحدا بيأثر علينا بالمنطقة لا إيران ولا غير إيران تعود أن نقعد تنحل مشاكل أولا آخر جملي مع احترامنا لي حزب الله غير صحيحة حزب الله يأتمر بإيران عندما بندق على الطاولة بطهران وعلى طاولة المرشد أو على طاولة قيادة الحرس الثوري حزب الله بنفذ ما في شيء اسمه حزب الله ما بيتأثر بإيران هيدا أوهام وهيدا كلام زر الغبار في العيون هيدا واحد اثنين الموضوع داخلي صحيح بمعنى أنه نسبيا لأنه حزب الله عم بيقول أنا مكون لبناني أنا عم بدعي المكونات الأخرى اللي بوجي تعهوا إيدي بإيدكن ونحكي لكن ماذا يقول الآخرون وماذا الآخرون المتنورون اللي بيعرفوا شو هو حزب الله أنه بالنتيجة أنت جناح إقليمي والتوازن مع جناح إقليمي كبير مثل إيران يحتاج إلى أنه ظهر لحظة لحظة أنه ظهر بقية اللبنانيين يكون مسنود ومحمي من محور عربي متين يعمل توازن ومن محور دولة متين منه موجود انتبه لا اليوم منه موجود يعمل توازن لأنه نحن شو كان ينقال بس بهذه النقطة خليني حزب الله رح أعطيك إياها بالخلاصة أنت اللي بوجك من تاني ميلي بالمعادلة السياسية اللي هو حزب الله هيدا منه لا الحزب التأدمي الاشتراكي ولا حزب الكتيب ولا حزب الأحرار ولا حزب ولا طيار المستقبل هيدا أنت اللي بوجك هو إيران إيران نفسها هيدا اللي كنت عم بسألك لو تتركني اسألك هيدا هو هناك معادلة شائكة معقدة صعبة موجودة بلبنان هي بالواقع موجودة كيف رح يتم التعامل معه هل يتم استدعاء دولي آخر لأنه عمين حكى أنه اليوم كمان فيه اجتماع رباعي ساعة بيطلع ساعة بينزل ببريز لمحاولة أنه شواء يرجع يتحرك الوضع دوليا باتجاه الضغط لأن تاج رئيس جمهورية بلبنان صح هل هيدا المعادلة تحتى نواجه هذه المعادلة ولا لا هناك تحرك دولي ما ضاغط على لبنان بالأيام المقبلة لأنه نحكى قبل الأعياد أنه دوليا رح يصير فيه تحركات وضغطات داخل اللبناني تحتى لبنان بحاجة أنه يكون فيه توازن ما بين هذا التمدد الإيراني ورأس الحربي له هو حزب الله بسلاحه بمصرياته بأدراته بإيديولوجيا تبعيته بكل اللعب تبعيته يكونوا اللبنانيين الآخرين اللي هن سياديين وهن سياديين وهن سياديين عن حق وحقيق رحوا يعملوا مترو ويصير عندهم امتداد صعودة لا لازم يكون عندهم ضهر وسند إقليمي وسند دولة لإقامة توازن مع مشروع مع مشروع شبه الغائب المنطقة بس هذا التوازن اللي عم بتحكي عم بيقلك حزب الله بعدة محلات وبعدة مطارع إنه هيدا بيوصل لحرب أهلية باللبنان شو معناتها؟ معناتها إذا لحظة هذا الحزب بيحس حاله إنه ممكن يكون في توازن بالبلد ما يكون هو البلد بيجيبته بيروح ع الدم إذن إنت شو عم بيقلك خليك بجيبتي خليك تحت الجزمة خليك تحت السيطرة وشوف ما أحلى الحياة باللبنان هذا هو الخيار اللي عم بيعطيك والدليل على ذلك وإنت لازم تعرفه أكتر واحد بهذه المحطة هون أمتين وقفت الإغتيالات؟ لما حزب الله حط البلد بيجيبته لما مشت التسويات وبتتذكروا وكمان أركان 14 قدرت لفاتوا بالتسويات بتحمل لا خي ايه مش مهم مين بس عم بيعطيك حقيقة تاريخية أنت بتعرفها وعشتها ضل القتل ماشي لسنة 2014 بشكل مستمر والإغتيالات بشكل مستمر وقفت الإغتيالات عندما بدأت التسويات والتسويات رهاصاتها وبداياتها كانت ببعض إغتيال الله يرحمه محمد شطح وحسب الله شايف أنه البلد بلاش يستسلم شوي شوي ما لا زمان ذكرى تماما وبهالوقت مداما عم تحكي عن أشخاص يعني غادرونا ما في شك أنه لازم ينذكر شخص مثل سيد حسين الحسيني الرئيس حسين الحسيني الذي يمثل الحالة اللبنانية الأصيلة والفعلية والصافية داخل هذه الطائفة العظيمة الطائفة الشيئية لأنه كنت مبلش أنا بالطائف وبرحيل دولة الرئيس الحسيني بس بناءا لرغب تكفل لاش رح روح لكل أنا وياك أخدنا الوقت يعني حكينا 10 دقائق 4 ساعة قبل ما نروح لمدخلات مختصر مفيد عبداللهيان ملهات لآن لليبنانيين يعني غير مفيد وبعدين قصة القصة اللي بتهم اللبنانية هي المزوط للكهربا هو حكي على الكهربا بس عم يرفضوا اللبنانية لا قبل وزارة الخارجية الإيرانية طلعت بيين قرأه الناطق بلسان وزارة الخارجية تاني يوم بعد ما نقال أنه في هبات إيرانية للبنان لا تمشي معامل الكهربا قال لا ما في شي بباليش بس سيد حسن نصر الله العليه هيدا الموضوع يقوله لا لأنه الرئيس نجيب مئاتي نجيب مئاتي بناءا على ضغطات أمريكية لا 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 نجيب مئاتي عم بيقول ما تدخلوني إذا فيكن جيبوا جيبوا بس دفع مصاري ما بيقدر إدفاع لأنه على كل حال موضوع الكهرباء هلأ والعين موضوع الكهرباء من والعان رح نحك اللي والعان هو جماعة الكهرباء والعانية خليني يوجه تحية كتير كبيرة لمشاهدي صوت لبنان وصوت لبنان للمستمعين لكل اللي عم يتواصلوا معنا واللي عم يشوفونا لايف على الفيسبوك على Voice of Lebanon 100.5 FM تحية لكل المشاهدين والمستمعين كمان فيهم يتواصلوا معنا على أرائم الهاتف 01325 555 على الWhatsApp وبرحج مداخلاتهم على الWhatsApp إن كانت مكتوبة أو بالصوت أو فيهم يطلعوا معنا كمان اتصالات على الWhatsApp على 76611 001 من ابتداء من هاللحظة أنا رح أتلقى مداخلاتكم هيكتا نغني حلقة الليلة بأفكار أو يعني أراء جديدة بس على أمل أنه تكون مثل العادي مثل معوتونا مستمعي ومشاهدي برنامج حوار أونلاين يعني تكون لائقة فيكن وفينا بدي أخد أول مداخلة أهلا وسهلا تفضل معاك ريمون عبود أهلا وسهلا أستاذ ريمون تفضل نحن بدينا منك دقيقة أوهلي تنوضح بعض الأمور مطروحة للمنائشة يا أستاذ جورج المؤادة اللي في لبنان واضحة سلطة مجرمية فاجري بيحميها حزب السلاح ومعطل القضاء وبانع التحقيق بجريمة المرفأ بالمؤابل في شعب خنوة مدجن أغلبيته متواطق معه كان عنده فرصة يغير بالإدخبات مع أملاء والمسيحي فقد ودوران لما اختاروا التطرف وضربوا طيار الأتدالي اللي كان يمسوا العميد ريمو إد وهل اتحولوا كواستلحاء واستتباع والطيار العوني حول المسيحي أهل زمي عند بشار ولسر الله وعن يدفع الجزي مواقف إهنيزامية وجبران بيسيل قد ما يبرأت بده يرجع بيت الطاعة هل الغرب بهمه مصالحه أمريكا عن ستة وسبعين سلمتنا لحافظ الأسد إيجا دين بران عمل صفقة معه وفوتوا الجيش السوري على لبنان وانتخبل يا السرخيز بغطاء من الجبهة اللبنانية بعيدا عن الوصف وسرد الأحداث عندك شيء آه بعد فيه شغل يهلم هلم مش بعيد يتفقوا مع إيران ويجيبوا رئيس ويعطوا نفوذ أكبر بالسلطة لحزب السلاح مطلوب من القوى السيادي الصمود وعدم الاستسلام شكرا شكرا لمدخلتك في تسوية جديدة على حساب لبنان معوّدين من الطائف وقبل الطائف وبعد الطائف لا ما بالضرورة يعني فيه تقراجعك للقاء الربان لو في تسوية لو في تسوية حاضرة وجاهزة وناضجة كان سلمان فرنجي رئيس جمهورية من شهرين لأنه هذا هو المطلوب من قبل حزب الله ولجالك التعطيل ماشي حزب الله عم بيعطل هذه الانتخابات لأنه بده يجيب مرشحه ومرشحه هو بأي سياء راح يكون اللقاء الرباعي بباريس اللقاء الرباعي أولا المبدأ أقر مبدأه مبدأ انعقاده لم يضرب الموعد هناك تباين بالأجندات مش انهيك يتأخر الأجندة الفرنسية هي طرح عدد من النقاط ومن العنوين الأجندة السعودية مختلفة عنها وهي أجندة تقول بأنه في بند واحد اللي أحكي فيه اللي هو البند الإغلاسي يعني بتأيد الكلام اللي بيقوله ناك حماسة فرنسية مقابل برودة قطرية حماسة فرنسية قطرية مقابل برودة سعودية أمريكية بموضوع لبنان كي يكون واضح ليس ثمت موقف أو دور قطري خارج التنسيق مع المملكة العربية السعودية هذا أمر محصوم يعني بسيل لما بيروح على قطر فكر حاله أنه عم بيروح عم بيحكي للقطرية مثلا بيحكي للقطرية عن السعودية بيفتكر أنه القطرية بعادة عن السعوديين القطريين والسعوديين على تنسيق تام والقطريين عم بيقوموا بدور هو الدور اللي السعودي ما بده يقوم فيه وبيفضل أنه القطري يقوم فيه مش محمسين أكثر من السعودية ما رح يخافوا لا 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 ما بيتقدموا فيه اتفاق فيه تفاهم يعني فيه مسلمات اليوم اليوم بالوقت حضر هيا أسألك شو بده فيه تفاهم أنه زعيمة العرب في لبنان هي المملكة العربية السعودية نقطة على السطر كل الأطراف الآخرين مش لأنه أقل أهمية أو مش أمامية متفقين أنه بلبنان أنت يا مملكة العربية السعودية نحنا ما منمشي قدامك نمشي يا وراك يا حديك وبالتنسيق معك بس نحنا ما منفتح سياسات بتضرك أو بتضر اللي بيهمك أنه ما ينضار ونحنا ما مندوبل عليك ونحنا ما منروح منركب صفقات يعني بتتذكر يعني ما ننطر تحت السعودية اليوم تبلش تتحرك تجاه لبنان المصري ماشي فيها الإماراتي ماشي فيها ممتاز كان فيه بيان سعودي مصري دايما المصري ماشي فيها الإماراتي ماشي فيها القطري ماشي فيها كلهم متفاهمين إنه الرياض بلبنان بهذا الملف نحنا ما مندوبل على السعودية سعودية إلا وضع بلبنان العرب يعرفوه شو هو تاريخه المرة الوحيدة لسعودية كانت على تنافس مع طرف عربي آخر جديا كانت أيام عبد الناصر صحي أوكي بالستينات وسبعينات يمكن حسابات الوزير بسيل على خلفية المشكل اللي صار بين قطر والدول خلص رح رح للمداخلة جديدة مروان منشوف أهلا تفضل يا أهلا يا خي أنا يمكن تكون قاسي شوي هلأ نحنا أولاد المنطقة ثلاثتنا هلأ ما فيك مروان تكون قاسك تيرك ثلاثتنا منشوف نحنا لاك أنا بيعرف أستاذ علي معاستو هو أستاذ مروان وهو دي عائلي كريمي عنا ومحترمهم ولكن نحنا شو عم ننتظر بعد من كل هالحكي اللي عبين حكا وعندك مسؤولين مسلسل صار التخريب والتدمير ومصير نوان يا عمي والله ما فيه دواء والله صلي أنا جمع معا بلاقي دواء يا جماعة وقع عيب عيب بقى عيب لازم يوعو هالمسؤولين يسمعوا صوت الناس حاجة عايشين بتصريح متحيز وتصريح طائفية وهي إلك وهي إلي العالم وصلت على القمر ونحنا بعدنا بعدنا عم نتضارب مع بعضنا ما بيكفينا صرنا بالهوة الصحيقة الجهنمية وين الوطن صار بقعر القعر وبعدنا نحنا عم نحكي إيران وسعودية وما بارس مين طارف ليه لأنه هاضي المسؤولين عنا ما عندهم الخبرة في إدارة هذا البلد للأسف وما في شعب يرجع يحط له الحد ويقل له نكفى دولارك خمسين ألف يا أستاذ جورج لوين بعد سؤال لوين ما في دفع ما في مزوط ما في شي شو فيه بعد تاناكت البلدين رح تدق بالتسعمية ألف شو بردك اسمع بعد تصريح شو بعمل شو مستقبل ولادي شو بعمل شكرا لصرختك شكرا لصرختك مروان تعليق قبل ما في تعليق هذا هو الكلام الحقيقي ما بيتعلق على هيكي كلام لسبب واحد بسيط لأنه بعد هذا الكلام ليس هناك من كلام لأنه هذا كلام حقيقي وهذا كلام جدي وبس للعلب أنا مني حزبي يعني بس لا يعرف مروان إنه مني حزبي ولا فيه ناس أصدقائي وأحبابي فيه ناس في عائلتي طبعا لكن أنا مني متحزب سوى للبنان ولبنان السيادة بس الشغلي الأخرى اللي بهم اللي لازم يعني الواحد يشير لألا والهم مع حافية اللي هي إنه فعلا المسؤولين في لبنان ليسوا مسؤولين ما عندهم نحس مسؤولية أبدا هادي نقطة نقطة تانية الشعب اللبناني لم يستكمل انتفاطه الحقيقية لتغيير هذا الوضع ما رح يتغير فينا نقول إنه المسؤولين مش مسؤولين والشعب مش شعب لا الشعب شعب شعوب بس الشعب شعب شعوب شعب شعوب بس معرف يمكن شعوب بس معرف يوصل على المحل اللي بيخلصوا واللي هو بداياته طبعا صار فيه مؤامرة كبيرة على الشعب ما بدي أحط إنه يعني انتفاضة 17-20 إنه هادي انتفاضة سايقة ما بتسوى لا مش صحيح صار فيه مؤامرة والمؤامرة دخلوا فيها الكل دخل فيها حزب الله دخل فيها حركة أمل دخلت الأحزاب التقليدية دخلت المخابرات الجيش دخلت للمعلومات دخل الدرك دخل الجيش كله فات كله فاتوا عليها فاتوا وكسروها تكسير عرفت شو وفجروها من جو وبالآخر عطونا عطونا رمو عظمي اللي هي التغييريين يعني الانتخابات وتغييريين الـ 14 ليس سميتهم عظمي لأنه عظمي لأنه الحقيقة أنه تغييريين جزء الأساسي منهم طيشين يعني بعدهم بعمر الطيش السياسي يعني في مجموعة لابق سبيها في عدد من الأسماء اللي يعني أنحني أمامها أمام جديتها وصلبتها وكل شي ما بدأ نسمي الناس حتى ما نقول نحكي عن العالم كتجربة التغييريين وصلوا على التجربة الأولى سلبية يعني اليوم لكن يجب علي إحمادي بقول طيشين عن في طيش في طيش سياسي بشكل عام يعني أنت لما بتشتت أصوات لما بتشتت أصوات ساعة لأعلام من الفكر والعلم اللي هني غير مهتمين ومش مهتمين أبدا بها المنظر ساعة لما بتشتت أصوات تاني على صعيد نواب اللي عم بيحاولوا من تحت لتحت يطلطوا بأنه هني أصدقاء طيار المستقبل وأصحاب طيار المستقبل طيار المستقبل ما عم بيشتغل السياسي ساعد الحريري ما عم بيشتغل السياسي بس في ناس عم تقول إنه عم بيشتغل مش مهم شو عم بتقول أنا عم بيقولك ما عم بيشتغل ياخي أنا بعرف أنه تعرف ولا تعصل فيك حكاية أولا كلهم عم بيقولوا أنه اليوم في بعض النورة بيدوروا بيفا لك لا لا خليلي لك شعلي ومنهم الناس ساعد الحريري قربين سليمان الفرنزي أنا عم بل لك أنت بتعرف منين طالع أنا ومين صحابي سعد الحريري ليس بحاجة أن أتصل به وأسمع منه هذا الكلام أنا بشوف الناس اللي هني المفاتيح إذا عم يشتغلوا أو ما عم يشتغلوا ما عم يشتغلوا ما في شغل لو في شغل جدي لطيار المستقبل بالسياسي كان بيعمل موجي بالسياسي ما عم يشتغل وما عم يتعاطب وما عم بيقبل يحكي مع حدا لا على التليفون ولا بيق استقبلات يعني بالكاد عائلته بيشوف عائلته بيشوف الرابد الحلقة الديقة اللي هني 4-5-60 هدا ملو رجل هلا فتحت موضوع تاني هلا بس خليني بيشتغل سياسي ما بيزرو بحاله هيكي خليني بوح خير عالم وما عم يتعاطب السياسي ومن هون في ناس عم بيطلطوا عم ليه اتفاقات من تحت الطاولة وبس يلحكي معهم بيقولوا ايه هذا جو المستقبل لا جو المستقبل ما عم يتدخل طيب خليني اتابع وانا ما عم بيحكي لانه كنت مستقبل انا عم بيحكي لانه بعرف المستقبليين اللي هن المفاتيح طيب خليني روح لكمان مرة للمستمعين والمشاهدين مسأل خير من معي الله عافيك وحقيقة اللي بدو هاجم حزب الله او غير حزب الله من اللي هن يدمروا البلد ماذا بيقل سيار كتحالف معه بطريقة او باخرى اتنين مش واضح الصوت بيحط انت واحد علنا بدون مستقبل اي فتوى اتفاق ويبقى بهذا البيت بدي اتجر منك لانه الصوت مش واضح نواب التغيير سمعني سمعني عم يقبتش نكسرو نوعا من هالجدار من هذا ان يضع بالطار ويعطي كلها شكرا لمدغهلتك مع انه ما كتير فهمنا يا ريت بيرجع بالتصل لانه ما سمعنا الاول هو الاساسي موضوع التغييريين بالمنحة اللاطائفة عال جيد لكن معلش في تشتت عند التغييريين لا يجوز ان يكون هذا التشتت وفي مجموعة لبنان الجديد اذا تعرفوا من لبنان الجديد ما بيجوز انه يكون عم بيحطوا ورقة هي عمليا ورقة بيضة اكتر من هيك واضح ورقة لبنان الجديد هي هي كوبي عن الورقة البيضة اللي عم بيحطوها ال54 واحد اللي من تاني ما اي هو بالسنة عم تحكي عنه نوال عكر ايه سنة او غير سنة في منهم منهم سنة هذا اللي عم نحكي عنهم كل منهم سنة مش كل السنة بس هولي ما لهم حق يتصرفوا بهذه الطريقة عم بيصبوا عم بيصبوا من حيث يدروا او لا يدروا عم بيصبوا عند الاوراق البيضة اللي موجودة بتاني مايلي اللي هي منا بس حزب الله لي حزب الله وحركة امل تيار وطني حر وبعض المستقلين من من الخازن لمدرمين يعني للمجموعة اللي عم بنفس المحل مساء الخير من معي مساء الخير يعني طي يعني نساني السؤال شو هي موضوع العظمي استاذ علي ذا الطول العظمي هذه عظمي يعود النواب التغيريين ولو يا استاذ علي هذا الوقي وهذا كلام السياسي هذا مهم تبوضح له للمستنوى افتاهم عليه شوووو ما استاذ علي انتخاب انتخاب لا استاذ عم بقله لأ استاذ علي يوضح لك انتخاب ايه تفضل انتخاب النواب التغييريين منه هبرة كان لأنه ما أدى إلى التغيير الهبرة هي التغيير وهي خلق مناخ تغييري حقيقي انتخاب الـ 14 أو 13 مجموعة 13 مجموعة 13 ونقصه كمان عمليا طلع مثل كأنه عظم مش بمعنى العظم الله يخليك يعني مش عم نحكي عظم بالمعنى اللي أنت عم رحت عليه عم نحكي بين الهبرة والعظمي يعني بين الشيء المفيد والشيء الغير مفيد هذه الحالة التغييرية كان يؤمل منها أن تكون أكثر إفادي وأن تكون تخلق موجي بالبلد ما خلقت موجي وبالعكس تشتتت واختلافوا بين بعضهم وصاروا أحزاب داخل تكتل عمليا منه تكتل نصهم صاروا فلي من التجمع هذا أو من هذه المجموعة وبالتالي ما تتوقف فقالنا يخليك إذا سمحت عند قصة عظمي أو مش عظمي المقصود هو عظمي وهبرة بمعنى أنه المفيد وغير المفيد وإذا انزعشت من كلمة العظمي أنا بسحبها وبقول أنه لا كتير مرين الليلة فهون على الفيسبوك عندي سؤال بدي عصبك أكتر ما ليس ما بعصب له مداخل جديد مداخل جديد من معي بعتقد راح الخاط أنا إني وعم يشتغل باللجنة اللي هو فيها وعم يشتغلوا مظبوط بس السلطة السياسية الفاسدة المافيا هي اللي ما عم تخلي هالنواب بقدر تتحرك مظبوط وعم مشتطولها أفكارها بأبسة أنه انتخاب رئيس الجاموريه ومن بدون يصوته لدرجة انه قاتلين حالهم القوات اللبنانية اللي الثورة نزلت ضدهم كمان انه يصوتوا لشي اسمه الامرشح ميشيل معوض ما على علم انه سامير جعجع بيعرف انه ميشيل معوض ما بيجي رئيس جمهورية ما بيقدر يوصل بالأصوات انصوتوا التغييرين ولا غير التغييرين يعني ما بعرف انه ليش بدكم ليش بدهم يتوجهوا التغييرين حسب مبدا مثلا الأحزاب التانية هن أصلا ضد الأحزاب هن هن 13 واحد يعني مش هن نص مجلس نوات وهن طرقوا تقريبا كل الكتل السياسية بالبرلمان وشالت من دربهم يعني بالعكس مش هن الهبرة وهن القصة كلها يعني عشان بس ما نستخف فيهم يعني بس عفوا أستاذنا حضرتك يعني السيد العارفين انه كيف كيف الاعلام توجه ضدهم كل التلفزيونات كل الازاعات توجه ضدهم لهول النواب انه هن يعني اعتبروهن هن بسببهم معا ميجي مسلا مش هن معوض رئيس جامورية طيب شو ما وقفهم اليوم لا 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 اولا الاعلام 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 وقف مع التغييرين رئيس الجامورية رئيس الجامورية رئيس الجامورية مش وقف عليهم يعني مش مش هن ال 13 هن اللي بيجيبوا نايم انت بتعرف انه الكتلة السياسية الكبيرة بس اتفق واخر اتفاق صار يعني اتفاقه اخيك بمعراب يعني اه هايدي الاتفاقات اللي بيعملها تمير جعجع عنه بلايها من تحت الطاولي والي بيعملها وليد جنبلات كمان مع وليد جنبلات هلا مش يعني اه ما حدا عم بيصدق حاله بصوت ميشيل معوض الا ميشيل معوض هو بس لمصدق حاله تانية مش عبضينه جاد بس عم بيتمسره لايشو بديو يطلع له شكرا شكرا لمدخل شو السؤال بيزعجني التعليق لا لقريته خليل سعد مش سؤال عم بيقول عنك مزايد ومتحيز وبعيد كل البعد عن الوطن اللبناني ولا أهو الأول والأخير للسعودية حتى لو على حساب لبنان أوكي ما تتسمع علينا لا تتسمع ويعطي رأيه لأنه يمكن فهم من حديثك وقت الكننا عم نحكي عن السعودية ليه الولاء للسعودية منين الولاء للسعودية ليه الولاء للسعودية حضرتك علامة أستاذ علي وولا تتحمل كمان أراء لا لا ليه مني مجبور أتحمل لا 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 إذا فهم المستمع من كلامك خلينا نتفق واللي عم يحضرونا أنا مني سياسي ومني مسؤول ومني وزير ومني رئيس ومني رئيس حكومة ولني رئي جمهورية ولني وزير ولني نايم مني مجبور أتحمل اللي مع بالي وبحب أتحمل اللي ع بالي بس أنت صحافة والصحافة بيقول رأي الناس لا لا أنا بنقول اللي بلاقيه مناسب واللي بلاقيه منه مناسب ما بنقله وبعطي رأيي اللي بلاقيه أنا مناسب واللي بيتماشى مع قراءتي للمسائل هذا لقلو علاقة بحب السعودية أو ما بحب السعودية مزايد أو مش مزايد إذا مزايد مزايد وبعدين إذا السعودية نطرتني لأنا أعمل لها دور بلبنان وحطها هي زعيمة الموقف العربي اللبناني تعتبر أنه هيدا لأنه أنا سعودي برو سعودي ما بعرف كيف بعدين لا بعدين باب خوري هيدي قصة الإعلامي مجبور ما في شي بيجبور الإعلامي لا أنت أنت مثلا مجبور لأنك أنت صاحب برنامج بكتلقى الناس وبكتحمل أنا ضيف مثلي مثل الأستاذ خليل هو بيعطي رأي وأنا بيعطي رأي لا أنا ما عم بقول لك تستوى تاخد له برأيه بس أنا عم بقول لك أنه تتقبل رأيه وهيدا اللي عم بقول لك باشي باب خوري أهدم شعب الشعب اللبناني كله بنق على الهوى ولا شخص من هذا الشعب العظيم عنده رغبة يحمل مسئولية يحمل مسئولية شعب تجار بيحب الدولار فقط لغير هل يتحمل الشعب اللبناني مش هيك الشعب يعني فيه هاك هذا شعب لبناني فيه ناس بتحب ضعيفة أمام المادة فيه ناس ضعيفة أمام الطايفة فيه ناس أمام المذبية فيه ناس عندها قصر نظر فيه ناس عندها أصحاب مبادئ ما بيزيحوا عنها فيه مئات ألاف وملايين لبنانيين اللي البعض ما بيشوفهم أصحاب مبادئ الرأي الآخر ابن البلد كمان على الفيسبوك السعودية ما عطيت حدا نسلاح وعم توظف لبنانية عندها وعمرت لبنان ويلي عجبوا نقطة كل زعمائنا ولائهم للخارج حسين الدهينة هذا رأي على كل اللي بدي أقوله في المتابعة ولع السنترال الأخ اللي حكي قبل شوي اللي عم بيقول عن قصة التغييريين أنه التغييريين كل العالم هاجمين عليهم لا مش صحيح الإعلام ضدهم لا مش صحيح التلفزيونات اشتغلت للتغييريين كما لم يعني للمناخ التغييري تلفزيونات والإذاعات والجرايد والإعلام كله كان بخدمة هذا المناخ لا منه ضدهم لكن الإداء إداء النواب التغييريين والنواب التغييريين ليسوا هم الشعب التغييري أو النفس التغييري هني أجوا بهذا الاسم لكن هناك في تعثر حقيقي بعدين هن 13 لا بعد و13 أولا قصموا بين بعضهم وهذا لا يجوز اثنين الموضوع منه ميشيل معوض ميشيل معوض عم يجيب 40 بين 38 و 42 صوت الموضوع مش هو والموضوع منه عند سمير جعجع الموضوع يا استاذ هو إنه شو بيجيبوا هال 13 صوت مش هني رحي مش هني رحي يجيبوا رئيس جمهورية بس كمان هالتمنى الصوات اللي عم بتروح لفلان أو العشر وراء اللي عم بيروحوا شبه وراء بيضة هولي شو بيجيبوا رئيس جمهورية ما فهمت إذا التغييريين بيصوتوا ل بيصوتوا لألبرت أنشتاين إجا ألبرت أنشتاين رئيس جمهورية يعني شو استاذ علي أخد حقه هيدا الموضوع ولع السنترال يعني عندي أربع اتصالات هلأ ناطرين تطلعوا معنا رح نستقبلون هيك بشكل سريع رجع تابع عندي ملفات بعد ما حكيت فيها خلاص راحت اتصالات خلينا ناخد بس خليه حوار مفتوح يلا مسأل خير مين معي أنا ما برفضلك طالع غيارت مدخل حلقتي كرمالك لك أحلى أكثر خلي الناس مسأل خير مين معي معك سعيد أنا بس بدي يقول له الأستاذ علي أنه أنا ما خدت الموضوع هو قال زالطول عظمي بعدين صار يحكي عن العظم والهبرة معزوم على مشاوهات والأستاذ علي الليلة شكرا أنا بدي اعتذر منك بدي أخذ اتصال آخر يعني حكينا بالموضوع ورد عليك وضح الفكرة أستاذ علي بهذه النقطة بالذات مسأل خير مين معي أهلا أهلا معنا مجازي معنا مجازي يا أستاذ أهلا تفضلي ايه أنا رد أنا تغييرية بالدرجة الأولى بس بدي رد على الشاب يلي كان فوت سامير جعجع وفوت التغييريين وميشال وسمى أسامي لا لا المواطن اللبناني لازم يروح على الأصل عن نبع هالجلسات هي شكلية هالجلسات هي دحك عدقون إذا حقيقة كان تغييري أم معارض أمشي أنا بتمنى ينزلوا قدام البرلمان بنهار جلسة ما عم بفهم لاش نهار خميس لاش ما كانت التنين لاش مش التلاتة لاي لاي الساس ما بيهبر أو رئيس المجلس عم بيفصل عقياسه متل ما فصلوا قانون الانتخاب عقياسهم ما نفوت بتغييريين وأسامي يا مواطنين كلنا تغييريين هن تغييرين بقى البعض نتقصموا خلاص لازم نفوت على العقل على المنطق يلي رد فيه الساس علي أنا بشكر ردك يعني رديت عني بس مش اسم ميشيل معود لليوم منلاقي انه مي بيجيب اسم أو عدد أكتر لن نعمل جبهة متراسة متعارضة مع حزب السلاح ويلي يلي تحت الطاولة أكيد أكيد جبران بسيل تحت الطاولة عبيوزع الأدوار وما في يطلع من عباية حسن نصر الله لازم يفهموها وخاصة المسيحيين والموارنة نحنا خربناها أنا مارونية عم بحكة من المتن نحنا خربنا حالنا بتقصيمنا لاش منطلع بسامي جميل وبسامي رجعجع لا يا عمي اطلعوا على الهدف طلعوا على المضمون اطلعوا على الحال اللي نحنا لا في دواء ولك عم نكب الدولارات على البواخر قاعدة بالبحر وقاعدين على العتم عايب علينا مواطنين نلتهي بعضم لا بتنقال هايدي أنا مع أستاذ علي بتنقال كل العمر من قول أخذوا الهبرة وكبوا العدمة وحقيقة بدون يمشوا بنزام حزب الله يمشوا لاك وانوصلنا لاك وانوصلنا شكرا شكرا لمدخلتك لكسافة الاتصالات بس خليني أخد أكتر عدد ممكن كمان مدخل جديدة أهلا أهلا فادي حساد معك ابن أستاذ عليك أهلا فادي تفضل بدي مسيك بالخير ومسي أهلا فيك بديو الشغلي بخصوص نواب التخييريين كانوا 13 واحد تكفتوا كل 2-3 راحوا باستجاه معين وقال التخييرين بيكنا ننزل معهم على الشارع وناكل الرصاص وناكل اللي فيه نصيب صار أستاذنا بيه بري ما احترامنا لقاله صار هو المدرسي تبعيدهم أنه معلق يخدونا شوي بحلمهم هذا اللي طلع ضغطه طالع شوي أنه قال أستاذ علي عظمي صراحة حيك احتراموا للاستاذ علي بصال هيك شكرا لمداخلتك صديق المستمع كمان مداخل جديد مساء الخير من معي أهلا أهلا تفضل من خارج أنا مواطن لبناني بس بدي أسأل شغلي للاستاذ علي أهلا مع تحياتي الكبيرة لألك وألو تفضل نواب التغييريين معهم خبروا نتاكة ببنزين اليوم بـ 850 ألف تقريبا معهم خبر أنه شوفير التاكسي ميت من الجوم عم بطلع راكب لأنه ما قادر يقلوا للراكب 60 و70 ألف معهم خبر أنه هني لأنه فاشلين وما بيعرف يكونوا إيد وحدة وما بيعرف يعملوا وج معارضة من أول يوم فهني أفشل من الفشل ويعطيكون ألف عالي شكرا يمكن ما بيتحملوا واحدون مسؤولية هذي الموضوع لا لا ما في شك أنه ما بيتحملوا المسؤولية لكن أمامهم المسؤولية مش مسؤولية يعني حتى أنا مش عم بعمل حملة على النواب التغييريين أولا هناك أفاضل الناس بالنواب التغييريين ما فينا نواب وحكا زكارت أنتو عم تحكي أنه ليس هناك ما سميت أنا حكيت بشكل عام وما فت بالأسامة بعد الحلقة رح يتصلوا فيك ويعطبوك بعض لا لا ما همي وحيطك مش آخر همي بس لا نقطة واحدة المسؤولية هي مسؤولية تشتيت هذه الأصوات وفي مسؤولية الأحزاب التقليدية اللبنانية الأخرى يعني اللي هي المسمات السيادية بشكل أباخر اللي هون ما بعث إذا ست أثارتها حداً أثار بموضوع الجلسات بمجلس النواب أنه ما بتنترك قال سامي جميل قال هذي كل مرة ملحم خلف حكي وسكت وبخلو يحكي وغيره وغيراته يعني وبعتقد ناديم جميل كمان حكي وآخرين أنه ما بتنترك جلسات مجلس النواب لقراءة خاصة وشخصية من دولة الرئيس نبيه بري بفسر دستور على زوءه أنه بمعنى هو بفسر النص الدستوري المبهم واللي غامض نوعاً ما بفسره بما يناسبه يعني منفتح جلسة أولى ومنسكر المحضر منرجع تاني مرة منفتح جلسة أولى كله اللي نخلي الأمور على 86 وبعدين بتسألوا ليش يا دولة الرئيس رئيس جمهوري ما بسوى ينتخب بخمسين صوت أو أربعين صوت أو خمسة وثلاثين صوت هذا الرئيس كل لبنان بديه بال86 إذن شو عم بيعمل اللي عم بيعمل رئيس مجلس النواب يخدم وجهة نظر فريق بالبلد وليس وجهة نظر ولا يخدم لبنان كل لبنان بعدين في شغلة أنه هذا التعطيل المتمادي مين عم بيعطل التغييري ما عم بيعطل ما عم بيعطل لكن عم بشتت صوته كيببهم كيبب صوته يمكن في حراك على جبهة المعارضة لا توحيد الصفوف أكتر هي المسؤولية التغييري التغييري عم بشتت صوته لبنان الجديد عم بشتت صوته عم بكيببهم بالهوى هيدا لما بتشتت صوت لأنه تغييريين أغلبهم مش كلهم بس معظمهم هني مناخ منعارض سيادي منهم عند حزب الله ما بيقدر يبلعون حزب الله لبنان الجديد بالعمق إذا منهم عاملين اتفاقات من تحت لتحت أو بيلعبوا تحت الطاولة مع حزب الله شوية بعكار شوية ببعض المحلات بيبقى على الغربي ممكن بس جمهورهم ما بيقدر يلعبوا عليه لو جمهورهم جمهور سيادي أصيل لبنان أولا ما بيزيح طيب يعني عندهم هوامش مناورة كتير دايقة ما بيقدروا يلعبوا كتير باللعبة التصوير إذا اجتمعوا هاوضي كليتهم مع الأحزان هاولي تركين صواتهم جماعة لبنان جديد ترك صواتهم لحد يقدر حزب الله يمشي إسلامية فرنجية وينزلوا يصوتون ويطلعوا رأي الجمهورية بيفوتوا باللعبة أوكي ماشي الحال بس يمكن ما يقدروا النقطة وين أنه تشتيط الأصوات مضر يجب أن يرى حزب الله وحلفاء وثماني أزار أنه بوجه في تصويت مفيد من أكتر من 65 هل رح تنجح المعارضة توصل لهذا التصويت المفيد في حراك كان شفنا في حركة يعني متزايدة متصاعدة باتجاه توحيد الصفوف إنما بعد يعني بعدنا لهلأ أنه طالما الفريق الآخر مش عم بيسمي غير نحن مسكين بميشيل معوّد ميشيل معوّد مين عم بيقول أنه ميشيل معوّد مية بالمية بيوصل أو ما بيوصل المهم التصويت المفيد إذا فيه تصويت مفيد لحدا غير ميشيل معوّد فليذهبوا جميعا هالأفريقاء الثلاثة معارضة تغيير ولبنان الجديد والأحزاب الأخرى اللي هي مشت بقصة ميشيل معوّد يتفقوا على اسم واحد وينزلوا ويقاتلوا كرميلوا وأهم من أنه يواجهوا باسم جامع لألون وبتصويت مفيد يفرضوا على رئيس مجلس النواب أنه بدنا نخلص بقى أنه قراءة الدستور بهذه الطريقة الواسعة جدا وإخي ناخد راح صار في تجربة بالماضي وما نجحوا لا ما بيجوز ما نجحوا هي كان في أخطاء قصة النصاب يعني صار أكتر من مرة ما نجح فيها بس هناك طرف أخطاء أيام 14 أزهار وما بدنا نرجع لأنه هيدا ملاف ما معوّد نخلص بدنا نقرأ التاريخ بس اللي بدي أقول لك لا يجوز ترك مجلس النواب بهذه الطريقة الرئيس بري هو زنبرق هو بيفهام هو ما في أشرس منه بإدارة هذه المؤسسة لكن حتى الرئيس نبيه بري وبيبثل بيبثل قوة كبيرة بس المجلس مش ملكه الدستور منه ملكه وهو ليس قارئ الدستور وما مفسر الدستور حكينا عن النصاب وحكينا عن جبهة جبهة المعارضة وحكينا عن تغييريين بالمقابل ما رح ننسى كمان فيه هناك خلاف كبير داخل فريق الممانعة بين حزب الله والطيار الوطن الحر هل صحيح انه هيدا هو خلاف جد او توزيع ادوار وهل هناك ممكن نوصل لوقت طلاق بين الحزب والطيار حكيني شوية بهذا الموضوع لانه حزب الله متمسك بسليمان فرنجية والواضح انه جبران باسيل رئيس طيار الوطن الحر عنده مرشح اخر او اذا كان ضمنيا يطمح لان يكون هو المرشح الاخر انا اشبه حالة بسيل مع حزب الله بحالة الطفل اللي لما بيجوع بيصير يبكي لامه الطعمية الام هي حزب الله والطفل هو الطيار الوطني الحر مع احترامنا لا الام والطفل دعم عندك تشبهات حلوة ايه يعني حتى ما يزعله بالإذن من الاخ يعني الموضوع انه بنتيجة مختصر الكلمة انه باسيل ما بيظهر من حزب الله متورط مع حزب الله الى ابعد الحدود وبكثير من المستويات وليس المستويات كيف ممكن نخلص من هذه العلاقة بين الطيار الوطني الحر يعني بين باسيل ومحيط باسيل مع حزب الله هي علاقة بس هذا لنا علاقة فيك تقتصرها بالسياسي ولا بتقتصرها بالمناصب بس ولا بتقتصرها بالفلوس بشو وتقتصرها ولا بتقتصرها بالقراءة القراءة الإيديولوجية انه مسيحيين الشريب ونتج Villكم на حرم نريح يا لمسيحية العراق ونحميهم مش العون월 يحمي مسيحية العراق ليس العام learned gaman بتشبعهم كلهم سوا هي علاقة معقدة وأفيتي ب sacrفصيل كثير وتصل إلى حدود بعيدة شو هي؟ شو هي؟ وضحها هو مكاسب، مناصب مكاسب، مناصب يعني رئاس جمهورية قصص وهذا بس اليوم اختلفوا على هذه المكاسب وعلى المناصب نحظة وبيزنس وأمن بيشتغلوا أمن سوا كيف يعني يا مخي؟ بيشتغلوا أمن بيعرفوا اللي عم بيسمعونا بيعرفوا والمواطنين في كتار مثلي ما عرفوا وبيعرفوا أكتر مني ما هدا بلد صغير ما في سر فيه بعدها في شغلة كتير مهمة عشر سنين من 2005 إلى 2014 مين كان بطل التغطية أبطال التغطية على العمليات الإغتيال بحق المناظرين بالبلد مين غطى على جريمة جبران طويني وبيير جميل وأنطوان غانم ورفيق الحريري وسامير أصير وفلان مين اللي غطى مين اللي غطى مين اللي غطى جروب حزب الله طبعا اللي معروفين والطيار الوطني الحر بقيادة جبران باسير خادوا معارك لتغطية هذه الجرائب هيدا 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 أمر بسيط لحزب الله الخلاف مثل ما عم تقول أستاذ علي إحماد اليوم مش هيوصل لطلاق بعدين إذا 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 حدا مش يعني يملاقيها صعبة يسدي رجعوا على الأرشيف ما بدو شيء الخلاف اليوم يعني مش هيوصل لطلاق لا ما في طلاق بموضوع رئيس الجمهورية كيف ممكن نكرج منه يوم في زعل في عتب بس ما في طلاق بدي أنهي بموضوع رئيس الجمهورية في مرشحين ظاهرين اللي هن مش هيو المعود حكينا عن قصة المعارضة اللي هو مرشح حزب الله اللي عم يحكي عنه ضمنيا حزب الله سلايمان فرنجية عم ينحكى بترشيح العماد جوزيف عون أو يكون هو الحل وطرح مثل ما عم بيقولوا من قبل بعض الدول اسمه يقال انه طرح ايه يقال انه طرح فيه هناك عم بيقول الطيارة الوطن الحر انه ممكن يكون فيه مرشح ثالث بين سلايمان فرنجية وبين جوزيف عون وكان على اساس بدو يعمل اجتماع وبدو يطرح هذا الاسم ورجع تراجع عنه وفيه اسماء طموحة بالبلد تعرف الموارنة يعني عندهم هذه يمكن تكون رئيسة الجمهورية هي يعني عمليا مين اليوم رح يوصل حملة تقيل على كتف اي طايفة بده تحمله يعني الانه ان كانوا موارنة او غير موارنة رئيسة الجمهورية خيوة الناس علما انه لا يجوز انه تخلق هيك حالي نظرية ميشيل عون مختصرة كانت قابل من خلال الست سنين اللي مرأة انه انا ايه رئيس سابق ميشيل عون انه انا ما فيكن تاخدوني يا حزب الله مثلي مثل المرحوم الرئيس اليس لهراوي او المرحوم او 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 الرئيس السابق اميل الحود او الرئيس السابق ميشيل اسلامان انا ما فيكن تتعاملوا معي مثلهم بمعنى انه انا بخلص وليتي بروح على البيت وبيمشي الحال لا انا بخلص وليتي بس بضل بضل بالقصر جمهوري لانه انا الزعيم المسيحي الابرس حليفكم يمكن يمكن الموازين القوى تغيرت شوي بالانتخابات لكن بالنسبة له بيعتبر حاله انه انا مبروح على بيتي انا ما بتضهروني من قصر بعبدة وبتبعتوني على البيت اعمل نقاها متل معامل متل معامل بس هو ظهر لا لا ظهر ظهر بس عم بيقاتل لا يضل بعبدة هو ما عم بيقاتل لانه في مشكلة بعبدة لان انت عم بطريقة بطنية عم تقول انه عم بيقاتل حتى يوصل جبران باسيل عبر طبعا طبعا هو ما عنده بحساباته الا جبران باسيل هو ما عنده بحساباته لا قائد الجيش ولا مرشح تسويه بس الخليف ما عنده طيب خليني استاذ الخليف عم يكبر بين حزب الله اليوم في جلسة تانية لمجلس الوزراء حزب الله قرر انه يشارك فيها لو ببندين ببند الكهرباء هني بندين على جدوى الاعمال للجلسة والظاهر انه طيار الوطن الحر بعده رافض انه يتنعقد هاي دي الجلسة الخليفات عم تكبر بظل هاي دي يعني تعدد الجباهات وتعدد المواجهات مصير رئاسة الجمهورية نحنا رايحين على فراغ اكبر وعم نشوف شو عم بيصير بالدولار بالخمسين الاف والناس سمعنا اصواتهم كيفنه صحيح اولا اعتاد لبنان واعتاد اللبنانيون واعتاد الاقليم واعتاد المجتمع الدولي انه رئاسة الجمهورية في البلد يكمل برئاس جمهورية شاغرة هلأ مكمل البلد واقف البلد لما كان في رئيس كان نواقف اكتر كمان يعني اذا بدك تدغري يعني انه على ايام مثل ميشيل عون يعني ما كان احسن البلد يعني منو قصة عم بقلك الشغور الشغور ليست درماتيكيا كما نتواهم نحنا ونعتقد شو المشكلة لك نحنا معتقدين انه لبنان هو هالكم ارز اللي عاجئين الكون كما كان الله يرحمه شعرنا الكبير سعيد عائل يقول يمكن بفترة من الفترات بابعرف كاليد بس هيده 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 كلام لطيف وحلو بس هيده منو منواقعي ما حدا معجوق فينا يمكن ينعجق فينا عند بلحظة من اللحظات اذا صار في قوارب الموت كترت وصارت فعلا قوارب موت متلاحقة لانه اذا بتتذكر قصة قوارب الموت التي استخدمها اردوغان بفترة من الفترات لضغط على اوروبا لقدر لعمل اليوم عم نحكي كثير بقصة النازحين وقفوا التعليم النازحين بالمدارس لانه ممول من المجتمع الدولي واللبنانية مش عم يتعلق والمسكين المواطن اللبناني بيدولته والمدرسة ملكه والمعلم معلم لبناني رح راجعك على الملعب اللي كمان انت بتحب تروح عليه بدي روح لانه دهمني الوقت وانا بلاشت اخطر ماشيين ماشيين بس اليوم البترك قال تدويل الأزمة اللبنانية وهلا في بعض حتى الأطراف الداخلية مش ماشيين والأطراف الدولية هي قتلة مش محمزة بس اللي عم بيشوه اللي عم نشوف من خلال تعاطي التعاطي الدولي مع لبنان خاصة زيارة الوفد القضاء الاوروبي على بيروت وكأنه نشتم يعني نوعا ما وصاية دولية مقنعة شو رأيك بزيارة الوفد للتحقيق الاوروبي واللي عم ينحكي انه مش بس مالي وتبيض اموال ممكن كمان الفرنسيين يفوتوا بقصة المرفق ممكن كمان يروحوا المقان اكتر بقصة لقمان سليم او ما بعرف شو معلوماتك؟ الكلام عن وصاية دولية للتسكير انت بتعرفها بس لللي ما بيعرف من المستمعين هذا كلام ورد في سياق احد المقالات اللي بتنشرون جريدي المقربة لحظه الله اللي هي جريدة الاخبار اعتبرت انه هذا وصاية او استعمار قضائي استعمار دولي قضائي على لبنان هذا طبعا من باب البروباجندا البروباجندا القضاء اللبناني ما بيقوم بشغله بيجي القضاء الخارجي يقوم بشغله عنه اوكي هلا انا تمان فوت بتفاصيل الملفات الملف المطروح القضاء اللبناني شبه معطل مبارح لرجع القضاء اللبناني ومبارح من اربع خمسة ايام ست ايام جبهة الماضي اثنين هناك قناعة بالبلد حتى من اللي بيقولوا لا ما بدنا قضاء خارجي يعني حزب الله كل ما بتقولوا قضاء خارجي لك ابدا سيادة لبنان اوكي بس حتى عند هولي بيعرفوا انه عدالة داخلية ما في لا بالاغتيالات ولا بالسرقة ولا بالمصاري ولا بمصرف لبنان ولا بحادث سير انت ما فيك انت ما فيك تحصل حق بحادث سير بالبلد انت اذا اختلفت مع جارك على صبت بطون ما فيك تحلها بالمكتمة رح نحصل رح نوقف الفساد رح نكشف ما نبيض الاموال من سرق لا يمكن اعادة بناء البلد وهذه حقيقة منها وجهة نظر اذا ما كان في سلطة قضائية حقيقية ما بترجع سئة للبلد سئة داخلية او سئة خارجية من دون ما يكون فيه دولة قانون شايف نتيجة من وراء التحقيق انه والله نصير نحن مثل فنلندا شايف نتيجة من وراء التحقيق اللي عم بيصير غلق ببيض ما بعرف انا لا يعني ما بقدر ادعي هي مقدمة مقدمة لتدخل دولة اكبر في مشكلة كبيرة مع حكم الوصف عميل حكي انه عن فشل النظام اللبناني ممكن يكون فيه تدخل دولة اكبر او عقوبات دولية اكتر على عميل حكي بعقوبات دولية بس عقوبات دولية الى علاقة بانتخابات الرئاسي انه من يعطلون الانتخابات بشكل متعمد انه ممكن يتعرضوا العقوبات وهذا يعني انه ممكن تطال ناس كبار بالبلد بس اللي بدي اقوله انه انه انت بالنتيجة فيه اضايا مرفوعة ما فيه موصلة بعد موصلة لا القرارات الاتهامية يعني بعدها بطور التحقيق تكون واضحين لالعلاقة مثلا بحكم مصرف المركزي والمجموعة اللي حولي موجودة بخمس عواصم بأوروبا لكن هل وصلت الى مرحلة القرار الاتهامي اللي على اساسه بتروح على محكمة اي ام لا لا موصلة هناك من يقول اليوم انه هاي التحقيقات ممكن توصل كمان لانهيار اكبر او انهيار مصارف او يعني نحن لوين رايحين انتهى وقته شو بتقلهم اللبناني اليوم اللي عم يسمعنا المواطن اللبناني اللي الدولار صار بخمسين الف اذا بدو يعب ببنزين بتسعمية الف بيوعدوه بزودة من هون بمليون وثلاثمية الف ومليون وثلاثمية الف تاني نهار بيوعه طايرة الزودة بيعطوه لموظف الدولة تلات تلات معاشات تاني نهار بيوعه طارو تلات معاشات يعني كان معاشه لوحده كان يسوى اكتر قبل لوين رايح البلد انهيلي حلقته البلد في منزلق خطير ومستمر بشكل دائم وعلى مدى على الاقل على مدى متوسط لعدة اعوام لعدة اعوام لعدة اعوام وبيقدر يحمل البلد كيف تصلح البلد بيقدر يحمل واقع البلد بيحمل بيصير متل ما هو لبنان دولة شبه فاشلة يعني انت لما ما يكون عندك لما يكون عندك فراغ على مستوى السلطة التنفيذية الحكومة موجودة بس الحكومة ادي حكومة عطيلة اذا بدك معنى عرجة وعندك رئيس مش موجود ما عندك سلطة التنفيذية طايرة عندك مجلس نواب هو مجلس نواب يكاد يكون شبه صوري اوكي تعرف كم قانون مجلس نواب اقر وصوت عليهم اصلاحي فوق 300 قانون تذكر لي منهم واحد تم تطبيقه وانت بتعرف اسأل اسأل حولك اذا فيه قانون واحد باشروا بيتنفيذوا وبيتطبيقوا المشكلة مش بوضع الاوانين المشكلة انه تطبق الاوانين هذه معايات قانون تماما نحنا نلتهي على طول بالقشور وفيه هذا القانون وفيه داك القانون المشكلة اليوم انه محداً عم يطبيق الممينة والقانون صار ودستور وجهه نظر واحسن لما عم نقول انه مشكلة مشكة نظام المشكلة ليست مشكة النظام ولا مشكلة الدستور مثل ما مسيوع تعون بيج بالذين يطبقون الدستور والذين والذين يعملون في إطار هذا النظام هاي المشكلة أستاذ علي إحمادة أهلا وسهلا فيك شكرا يعني بدي أشكر رحابة صدرك كمان لا بالعكس بعمل راحتي ضيف مميز دايما وخاصة ببرنامج حوار أونلاين أنت تعرف أنت كمان صديق بدي أشكر حضورك بحوار أونلاين شكري كبير لكل المشاهدين والمستمعين اللي أخذت مدخلاتهم واللي ما قدرت أخذ مدخلاتهم لأنه كان فيه كتير مدخلات نعمل حلقة أكيد على طول الحلقة معك شاي بدي أشكركم بنهاية اللقاء أطيب التحيات مني جورج العلية من فريق عمل أنا عم بعذبهم فريق عمل برنامج حوار أونلاين هني كتار يعني مش هحدور أقول كل الأسامة بشكرهم فردا فردا وإلى اللقاء الأسبوع المقبل إذا ألا رضي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر